جنيز زمالك فيه تمايز كبير جدا من سيف الجزيرة. سيف احنا بنا انتخذه كتير. ومضيع واحدة في الشوط الاولاني فيها انا شخصيا كنت شايفة اسهل كمان من الهدف. لكن الهدف على قد مصنع ديزو فيه مميزة. لكن سيف الاوفر بعيد. يعني هو ان هو اشترك وتوجه وهي الظروف خدمت ان هي دخلت المرمى. لكن سيف يحسب ليه ان هو ارتخاءه كان كويس. احتي اتعامله مع الكورة كان كويس. انا عايز اقولك ان هي بدري جدا. ولكن نرجع تاني نوقف برضو هنا. انا عايز اقول الميزة ان جزيجو ميزة عملها بين الشوطين شوية. ان ابعت سامسون عن مناطق بقى ايه صناعة اللعب والمشاركة. وبدأ يبقى قريب لسيف الجزيرة. ماشي. هو ده الحاجة الوحيدة اللي انت ممكن تسفيد من سامسون. صح. ده ما طول ما انت هتشركه في المراحل التانية. حيدك صفر كبير. النهاردة فكرة ان موجود سامسون على الايم القريب سمح ان سيف يجي مرتاح. عكس ان سيف ما يبقى لوحده وما فيش اي مسان ده. بيبقى جاي. ومضغوط بين الاتنين. هنا. كم. في زمانك بمرر الكرة. وطبعا عرضية مميزة من زيزو رغم انها الكروس من بدري. كميلها شوية سورة. انا العرضية انا بحيي سيف حاجة ان الكرة كانت بعيدة عن المرمى. يعني ميز سهلة تماما. وزيف انتخطناها كتير جدا في دربات الراس. هي خدمت بعد كده بعد ما هو اتعامل بها. كميلها شوية سورة. بلمسة الراس بتاعته. لكن في النهاية دايما التوفيق بيجي للمجتهد. سيف النهاردة كان مجتهد. حتى بانت في الكرات اللي كان بيشترك فعلا مدافعين بركان وتاكلينج وبيروح وييجي. سيف ادى الفورمة اللي انت بستنيها من سيف. فهو كان الجن مكافأ على اجتهاده طوال اللقاء. وفي التوظيف الوحيد. يعني جوزيجو ميز. لما تورط في سامسونج زي ما قلنا في نهاية الشروط الاولاني. راح حتى سامسونج مهاجم. راح جايب سيف ناحية الشمال. وبيجربها احيانا زي في ماتش دريمز. في نهاية برضو الشروط التاني استخدم سيف كجناح. لأ سيف ما نفعش جناح. مش عشان هو سريع تستخدمه كجناح. سيف هو الفرض الوحيد في منظومة الزمالك الهجومية لو نقول سيف ناصر منسي سامسون الوحيد اللي يفضل عندك احتمال انه يسجل هو سيف الجزيرة. فما ينفعش يتبعده عن منطقة الجزاء وانه هو يكون مهاجمك الرئيسي. اما تحب تنزل له مهاجم تاني زي سامسون زي احد يبقى مساند ليه وسيف هو طرجتك الرئيسي اللي تلعب عليه لان مهما كان ظروفك هو الوح اللي ممكن يحط الكرة في الشبكة في التلات اسماء اللي موجودين سيف الجزيري هو الاعرب انه يسجل طبعا ممكن سابسون يسجل ممكن ناصر منسي يسجل بس لو باحتمالات الرياضة هو مازال سيف الجزيري هو المهاجم اللي ينفع تراهن عليه. فانا اتمنى ان سيف طالما لو انت حتى حبيت تلعب اتنين مهاجمين. تمام. يبقى ترجيتك الرئيسي سيف الجزيري. سيف. طبعا.